متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلمة النهاردة جاية أجمع لكم كل مميزات نوتبوك LM في فيديو واحد اللي ما يعرفش نوتبوك LM هو موقع من جوجل هذا الموقع طبعا بيشتغل بالذكاء الاصطناعي بتقدر منه ان انت تلخص كتب تلخص مصادر عندك مصادر سواء انت هترفع ملفات او حتى المصادر دي مواقع عبر الانترنت او بي دي اف او ايا كان هذا المصدر تقدر انت تلخص اسئلة واجوبة تقدر تعمل اوديو تقدر كمان تعمل مايند ماب كل الكلام ده هنشوفه النهاردة بشكل بسيط من خلال نوتبوك LM في اقل من عشر دقيق يلا بينا نخش على نوتبوك LM اللي حطهولك في الرابط اسفل الفيديو وقلت لك من قبل كده ان انت حتى لو عندك المصادر باللغة الانجليزية وعايز تحصل على الرد باللغة العربية من الافضل تغيير واجهة نوتبوك LM طبعا احنا بنخش نوتبوك LM بحساب الجيميل بتاعنا فنتحول من خلال حسابك على جوجل الستنج يكون باللغة العربية عشان يظهر لك الانترفيس او الواجهة باللغة العربية بعد كده هتبتدي هنا ندوس create new عشان نشوف ازاي بيشتغل نوتبوك LM اولا نوتبوك LM في الخطة المجانية وفي خطة مدفوعة احنا هنتكلم عن الخطة المجانية ويكاد يكون الخطة المجانية تكفيك بشكل كامل اولا دلوقتي نوتبوك LM بيدعم اللغة العربية ودي كانت اكبر مشكلة موجودة في نوتبوك LM ان هو لما بيطلع لي audio بيطلعوا باللغة الانجليزية وانا عايزة باللغة العربية وفي كمان لهجات مختلفة ودي حاجة مميزة جدا دلوقتي بقت موجودة في نوتبوك LM هنا انت عندك source اللي انت عايز ترفعه نفترض الصورس ده ممكن يكون بس ملف لا ممكن يكون جوجل دقس ممكن يكون جوجل سلايدز لاحظ ان انت حسابك مرتبط بجوجل عندك لينك ممكن يكون ويبسايد ممكن يكون يوتيوب وكمان كوبيو بيست يعني نسخ ولصق وممكن كمان ترفع ملفات btf text markdown audio mp3 ممكن ثورة bng gpg gpeg دي الفورمات اللي هو بيدعمها هبتدي هنا ارفع الملف بتاعي ونفترض ان الملف بتاعي ده هيكون هنا تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف رفعت الملف بتاعي خلاص الصورس بتاعي هنا الصورس ترفع زي ما قلت لك انتليك لحد 50 مصدر مختلف ومتنوع تقدر ان انت ترفعه انا هنا هرفع مصدر واحد وهو ال bdf هنا اول ما هترفعه هتديك كده زي overview عن الموضوع يعني اللي موجود داخل ال bdf تلخيص كده سريع ان النص بيشير ان الذكاء الاصطناعي يحدى الثورة في سوق العمل العالمي واعطيك كده ايه تلخيص لكل اللي موجود في ال bdf في كام في 4-5 سطور زي ما احنا شايفين حضرتك لو عايز تسألوا جاوبك يعني هنا بيقضيك اقتراحات بناء على ال bdf اللي انت رفعته كيف ستتغير طبيعة العمل والوظائب بشكل جذري بحلول 2030 فهنا مسلا السؤال ده حلو جدا ولو علاقة بالكونتنت المحتوى اللي هو ال bdf ابتدي هنا يرد علي يعني كمان بلك ما تشغلش بلك بالاسئلة اللي انت ممكن تكتبها انا هعرض لك اسئلة وانت اختار من الاسئلة دي وحديك الايه الاجابات بناء على ال bdf اللي انت رفعه فبالتالي هنا كيف ستتغير طبيعة العمل والوظائف فحيبتدي يجاوبني بناء على المحتوى اللي موجود داخل ال bdf بناء على السؤال ما حلول مواجهة البطالة التقنية مثلا ده برضو سؤال مبني على خد بالك مبني على كل اللي موجود جوه او مبني كمان على السؤال اللي بعده فتبتدي ان انت تقوم دايس ما حلول مواجهة البطالة التقنية فيديك الايجابة طيب فيه هنا بقى على جهة الينين عندك عدة ادوات ممكن تستخدمها ممكن يديك ملخص كده بس في شوية تفاصيل وستادي جايد وهنا سؤال وايجابة دي من الحاجات الجميلة جدا جدا اللي تنفع لو انت عندك مادة علمية بتذكرها مثلا وعايز سؤال وإجابة عشان يسهلك عملية المذاكر عبارة عن سؤال وإجابة فهنا حيبتدي انه هو يجينيريت سؤال وإجابة متعلق بالمحتوى اللي موجود داخل bdf حبتدي ادوس عليه بالمنظر ده الأسئلة الشائعة سؤال واحد ما هو التأثير العام المتوقع على سوء العمل يديك الإجابة سؤال التاني ما هي أنواع الوظائف الأكثر عرضة للاستفدال سؤال تالت ما هي قطاعات الاقتصادية الأكثر تأثيرا بالذكاء الاصطناعي سؤال رابع كل ده سؤال وإجابة سؤال وإجابة فبيجعل عملية المذاكرة زي ما بيقولوا أسهل أو هضم المادة العلمية أسهل أرجع مرة تانية كده ندوس هنا في الجزء العشمال هنا بيعمل collapse ويرجعك تاني للستوديو الجزء ده اسمه studio هنا فيه إمكانية أن أنت تعمل timeline يعني بص التايم لاين ده لو دوست عليه كده سأدينه new note كل حاجة أنت بتعملها بتبقى موجودة عندك في الستوديو هنا بيبتدي generate استنى لحد ما يخلص هنا بيديني الجدول الزمني المفضل وقائمة الشخصيات الرئيسية بناء على المصادر التسلسل الزمني للأحداث هنا بحلول عام من 2015-2030 إيه اللي هيحصل 2027-2030 إذا ما إحنا شايفين كده إيه في تسلسل قائمة الشخصيات الرئيسية هنا أعطيك برضو الشركات برضو متعلقة بالمصدر هرجع مرة تانية أرجع للستوديو هبتدي briefing doc برضو عشان تشوف عملية briefing اللي هيعملها للPDF وكله باللغة العربية زي ما أنت شايف لو أنت حتى content بتاعك بالإنجليزية والواجهة عندك زي قلت لك بالعربية هيدالك بالعربية فاخد بالك لازم تغير من setting الخاص بجوجل أكاونت الواجهة تكون الخاصة بجوجل بشكل عام account تكون باللغة العربية ودي موجودة في setting في personal information هتلاقي موجودة في personal information وفيه على فكرة فيديو هتلاقيني أعتقد كنت اتكلمت عن النقطة دي من قبل هنا إذا كان الإصطناعي وصوء العمل الفرص والتحديات زي ما احنا شايفين هنا ليف سريع نيجي بقى ليه الميزة الأخرى وهي المايند ماب هنلاقيها موجودة هنا لو أنا دست كده على المايند ماب هيديني خريطة ذهنية لكل المحتوى الموجودة داخل البيدي اف هنا بيبتدي يعمل generating وخدت بالك الوقت اللي بياخده في عملية التوليد وليلة جدا لأي حاجة أنا هطلبها منه click to open the mind map هيفتح معك المايند ماب تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف في نظرة عامة طب بصي كده النظرة العامة هدوس كده على العلامة دي بتاعت السهم هيقول لي إيه اللي موجود فيه النقطة اللي في النظرة العامة وكل نقطة كمان هنا هيبتدي يقول لي أنا اتكلمت فيها عن إيه التأثير الحالي على سوق العمل وكل واحدة أقدر إن أنا أفتحها بالمنظر ده فيبقى المحتوى أقدر كده من خلال خريطة ذهنية أعرف بيتكلم عن إيه وتقدر تعمل download لي من هنا فبينزل ويتحمل ك-BNG فتقدر تستخدم المايند ماب كمان بشكل خارجي عايز تحطها جوه powerpoint أو ما إلى ذلك هتدي أيضا أشوف أهم حاجة واللي بتاعجيب ناس كتير جدا من اللي بيستخدموا النودبوك LM وهو الـ Audio Overview ولو دست على الـ Audio Overview هتبصت لإنه هو خد بالك من حاجة أنا هنا عملة بتاعتي هي اللغة العربية العامية المصرية أوكي إنت تقدر تروح في الـ Setting تختار اللغة اللي إنت عايزها من القائمة المنسادلة تقدر تروح لـ Customize أقول له أعمل إيه بالضبط في الـ Audio حيبتدي هنا يعمل Generate للـ Conversation بيزد على الـ Resource اللي أنا رفعه حيبديني Audio أنا لا عايز أقرأ ولا عايز بريفنج ولا عايز مايند ما أنا عايز بس أسمع فبالتالي هعمل لنفسي كده Audio الـ Audio ده أسمعه وأنا بعمل أي حاجة فالموضوع بالنسبة لي يكون سهل وبسيط لحد ما يولد الـ Audio أنا عندي Discover أقدر أن أنا روح لـ Discover ولو ما عنديه Sources خالص مفترض أن أنت ما عندكش أصلاً Sources تقدر هنا تدور على السورس اللي أنت عايز أثير الزكاء الإصطناعي على الوظائف لو أنت ما عندكش Sources أو أنت عايز تديه Sources مصادر ليه اللي موجودة عندك هعمل Submit حيبتدي يديني مصادر المصادر دي هبتدي أخطار منها تشوف كده مع بعض بعد ما تتولد هزي المصادر هنا هتلاقي فيه Sources كتيرة جداً في BDF عن الذكاء الإصطناعي ومستقبل وظائف ودي دراسة بحسية عندك كمان مثلاً CNN خبير اقتصادي بيتكلم عن عشر وظائف ستختفي خلال خمس سنوات هل ستخسر وظائفك بساعد ذكاء الإصطناعي بتدي أنت أعلم على اللي أنت عايزه وشيل اللي أنت مش عايزه وعمل Import فهيبتدي يضاف عندك هنا مع المصادر هو لسه بيولد يا ممكن أعمل Import كده يبتدي يضافه دي كلها هنا عندي في المصادر زي ما إحنا شايفين لكن هو هنا لسه بيولد Audio بناءً على One Source ده بالنسبة لي الإمكانيات اللي أنت ممكن تستخدمها اللي صدقني هتوفر عليك وقت كبير جداً ومجهود طبعاً زي ما قلتها هتختار Output Language ممكن تعمل Customization يعني Customization بالصوت تطلب مثلاً أنه هو يكلم شخص ما عندهوش خلفية تقنية يكلم الشخص ما عندهوش فكرة عن الموضوع وانت عايز تشرحه له حد مثلاً فئة عمرية صغيرة شوية فئة عمرية كبيرة شوية كل ده من ال Customize اللي بيكون موجود مع الصوت بالنسبة لل Audio Overview لسه لحد دلوقتي ما تمش توليده هنستنى لحد ما يتولد وحور ليكم Audio في الآخر علشان تسمعوه وبكده نلخصت لكم بشكل سريع استخدام نوتوك LM أتمنى أسمع رأيكم في التعليقات ولو ليكم أي سؤال إن شاء الله أحاول أجاوبكم عنه في أسرع أحاول أجاوبكم عنه في أسرع وقت زي ما احنا شايفين تم توليد Audio مدته 8 دقايق 26 ثانية كويس جداً وحتبتدي أن انت تعمله Download وتنزله وزي ما قلت لكو باللغة العربية أقول لكم معنا في حلقة جديدة بنغص فيها أكتر في موضوع يعني شاغل العالم كله الزكاة الاصطناعي وتأثيره على شغلنا ومستقبلنا النهاردة معنا خلاصة تقارير كتير بنتكلم عن المنتدى الاقتصادي العالمي ميكينزي IBM Goldman Sachs وغيرهم كتير عايزين نفهم الصورة بجد التكنولوجيا دي بتعمل إيه في سوق العمل مين اللي شغله بيتغير مين ممكن شغله يروح خالص ومين اللي قدامه فرص جديدة الأرقام الأولية كده تخض شوية 57% من الشركات بتفكر تستخدم الزكاة الاصطناعي قريب وفيه كلام عن حوالي 83 مليون وظيفة هتتأثر بشكل ما بحلول 2027 خلينا يعني نفسص الموضوع ده سوا نبتدي بالرقم ده اللي ذكرناه 83 مليون وظيفة هتتأثر بس بيقولوا فيه كمان 69 مليون وظيفة جديدة هتتخلق في نفس الفترة تقريبا لحد 2027 لو حسبناها كده يبقى فيه خسارة صافية حوالي 14 مليون وظيفة بس أكيد الموضوع مش بالبساطة دي صح؟ لا طبعا أعقد من كده بكتير دي بس خلينا نقول النظر الأولية أو التأثير المباشر على المدى القصير نهاية الفيديو أتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة فيديو سريع عن نوتبوك LM اللي أنا بعتبره كنز من جوجل واستخدامه بشكل مجاني جيد جدا يعني أنت مش محتاج حتى ترأي لي الخطة المدفوعة وأي حد عايز تحليل لدراسة عايز يلخص كتاب عايز موضوع عايز يحول حاجة مليانة كلام كتير ليه أضيه علشان يسمحها ما عندوش وقت يقرأ ممكن يستخدم نوتبوك LM شوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد أتمنى أن كل اللي بنقدمه يكون بيعجبكم وما تنسوش تدعموني باللايك والشير والكومنت لو كنتم متابعين الأعزاء ولو كنتم بتشوفنا الأول مرة منساش تعمل سابسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم فرعات الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته